كده اخبارنا داخل جدران النادي اهلي خلصت هنروح للاخبار المحلية هنبتدي في موضوع الحقيقة انا عايز استرسل فيه شوية هو كرة السلة كرة السلة رجال انتعارفين طبعا ان المنتخب خرج منذ ايام او انتهت بطولة افريقيا بالنسبة لمنتخب مصر اه منذ يومين طبعا دي سوريكابتر احمد مرعي المدير الفني لمنتخب مصر انا عايز بس اعلق شوية على المنتخب المنتخب خرج من دور الستاشر فنقول دور الاثناشر بلاش ستاشر عشان الاربع الاواخر تم استبعادهم والاوائل تأهلوا دور التمانية فنقول دور الاثناشر منتخب مصر خرج من البطولة بتلت هزايم ومكسب واحد كسبنا فقط اه 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 وسط افريقيا وخسرنا من تونس وغينيا وانجولا للأسر انجولا قابلنا في الدور اللي هو الاثناشر وخسرنا منها والمنتخب احتل المركز الحداشر على مستوى افريقيا بتقول ازاي كابتل ما هم التسعة للاثناشر انا اقول لحضرتك انت لما بتخسر في دور الاثناشر بيرتب الفرق انت عندك كينيا ونيجيريا جايين اه في الترتيب قبل منك لانهما كسبوا مطشين في مجموعتهم انت كسبت مطش واحد فهم هيبقوا في الترتيب قبل منك هيبقوا في التاسع والعاشر انت هتيجي في الحداشر او الاثناشر وغالبا هنيجي في الحداشر فطبعا موجود مصر في منتخب مصر في الترتيب الحداشر الحقيقة مركز لا يليك أبدا باسمه منتخب مصر وتاريخه الحقيقة اللي أنا شرفت مسلت منتخب مصر فوق الـ 15 سنة 92 حتى 2009 مسلت مصر فطبعا ده مركز لا يليك أبدا بحجم اللاعبين الموجودين وأيضا حجم اسمه منتخب مصر أفريقيا وبالنهار ده بالمناسبة منتخب أنجولا اللي خرجنا خسر من السنغال وخسر من السنغال فرأت قريبا أربع نقاط فطبعا ده يدل أن منتخب أنجولا مش هو النسخة القوية ده يمكن أضعف النسخ على مستوى العمر كله أو التاريخ بدليل أن كارلوس مورايس أحسن لعيب يمكن النهاردة أول ماتش يحط فوق 25 بنت في ماتشنا ما حطش أكثر من 15 نقطة في ماتش السنغال النهاردة كارلوس مورايس حط 28 نقطة في السنغال إذن هو حتى في موراتنا كان غايب عن التهديد طيب في حاجة كمان يعني حزنتني شوية أن فيهم الجمعة القادم الساعة خمسة هيكون في حفل احتفال الاتحاد الأفريقية لكرة السلة على هامش البطولة بتأسيس أو بمرور 60 عاما على تأسيس الاتحاد الأفريقية لكرة السلة الذي أنشأ سنة 1961 في مقره الرئيسي بالقاهرة يعني القاهرة هي اللي احتضنت الاتحاد الأفريقي لكرة السلة في بداياته أو أول بداياته ففي احتفال على مرور 60 سنة تخيلوا أن ما فيش حد ممثل لمصر في هذا الاحتفال هتقول لي زي طبعا المنتخب هناك المنتخب رجع والأسف ما فيش رئيس بعثة موجود ومصر لن تحضر هذا الاحتفال اللي هو أصلا مصر محتضنة هذا الاتحاد فطبعا دي حاجة أحزنتني كثيرا والحاجة التانية تبعات طبعا خروجنا من بتوط أفريقيا نحن وقعنا في مجموعة صعبة جدا في تصفيات كأس العالم وقعنا في المجموعة الرابعة مصر السنغال كونغو الديمقراطية وكينيا هتقول لي يا كابتن طب ما هو أكوى فرقة السنغال لا أنا عايز أقول لكم بس حاجة أنه طبعا المجموعة مش سهلة برضه عشان نقول الحق الكونغو الديمقراطية كانت من أحد أسباب خروجنا من تصفيات كأس العالم اللي فاتت وكينيا آخر ما تشلين معاها كسبنا كينيا كسبتنا كسبت منتخب مصر فإذا احنا عندنا أزمة كبيرة يا رب يتوفق ونتعدي تصفيات كأس العالم ليه؟ المجموعة الرابعة دي هيتأهل منها تلاتة تلات فرقة مصر السنغال كونغو الديمقراطية كينيا تلات فرقة يتأهل والرابعة يشتبع هتطلع الدور اللي بعد كده بنتيجنا احنا التلاتة مع بعض هنروح على المجموعة اللي فيها مين؟ كوديفوار اللي هي دلوقتي كسبت غينيا فرق خمسين أربعين نقطة يعني غينيا اللي كسبتنا في المجموعة كوديفوار طلعتها دلوقتي فرق أربعين نقطة فكوديفوار فريق قوي جدا 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 في غينيا اللي هي أصلا خرجتنا بمطور أفريقيا أفريقيا الوسطى وأنجولا يعني احنا نطلع من المجموعتنا نروح المجموعة دي فانت مطالب يعني ما تخسرش المباراة طيب تصفيات كاس العالم دي عاملة إزاي؟ تصفيات كاس العالم دي هتبقى الجولة الأولى أبارة عن ثلاثة ويندوز أو ثلاث دورات مجمعة أول دورة هتبقى في نوفمبر الثانية في فبراير الثالثة في مايو فطبعا إحنا عندنا يعني لازم نستضيف منهم واحد لازم عشان يبقى لنا الأولوية أن احنا نكسب أو نبقى نلعب على ملعبنا وسط جمهورنا لازم نستضيف واحدة منهم ولازم يتم إعداد المنتخب جيد يعني أنا شفت على صفحة الاتحاد اعتذار عمر الجندي للجمهور المصري وبيقول والله إحنا بنوعدكم إن شاء الله في كاس العالم والله يا عمر دي حاجة على راسنا من فوق وحاجة تتحسب لك أنت كاكبتن فريق أنت حاسس قد إيه جمهور الرياضة في مصر زعلان ولكن يا عمر الحقيقة مش أنت المطالب بس أن أنت أقدم اعتذار لأن الحقيقة عمر الفرقة ما تعدتش كويس أنت الفريق المنتخب تعد إيه؟ المنتخب لم يعد تقريبا الدورة ومش كلام أنا كابتن مرعي صرح بهذا التصريح على أحد القنوات الرياضية وقال أنا متعدتش ومع حق كابتن مرعي يعني الناس بتلوم على كابتن مرعي واللاعبين في حي الوقت اللاعبين أصلا مظلومين لأنه الفرقة راحت الأردن عملت دورة هناك يعني ما كانتش قوية طبعا على مستوى الأفريقية وشوفنا الهند بول مثلا إعداده عامل إزا الهند بول بيروح يلعب ألمانيا فرنسا أسبانيا احنا رحنا للأردن لعبنا بطولة الملك عبدالله خسرنا النهائي من الأردن فرق 20 نقطة وخسرنا من تونس أيضا في المجموعة في الوقت اللي تونس ما كانتش رايحة بالمنتخب اللي احنا لعبناه يعني تونس أصلا مرحلش البطولة دي تونس كتبعت البيتين فلما رحنا طبعا رواندا لقينا فرق في المستوى ترهيب فالحقيقة ما فيش إعداد طب ليه ما فيش إعداد عشان الكلام اللي كنا قلناه في الأبطال من 3-4 شهور قلنا أن الدوري عنده مشكلة لما الدوري طال وفريق الزمالك راح شارك في بطولة أفريقية الدوري توقف شهر الشهر ده كان على حساب إيه؟ حساب المنتخب لأن انت أجلت المباريات وأصرت أن الدوري يتم ولما الدوري تم خد من وقت المنتخب خد شهر كامل من إعداد المنتخب اضطر يبقى الشكل ده فلازم عايز تعمل إعداد كويس زي ما تقول عمرنا كان بيحصل الدوري لا يزيد عن 6-7 شهور احنا يا جماعة كلامنا ده مش موجه لحد كلامنا ده عشان مصر عشان إسمه مصر صمعت مصر وإسمه مصر وإحنا والله لا نريد إلا المصلحة احنا لا يسعى لها مصلحة من قريب ولا من بعيد كل التوفيق لكل المنظومة والتوفيق لاتحاد مصر لكرة السلة وكل القائمين عليه بس احنا دورنا لو الموضوع هنبقى وأنا واحد من قصر كرة السلة بنقول ده عشان عايزين اسمه مصر اللي بيغير عليه اسمه مصر لازم هيقول الكلام فطبعاً انت عايز تعمل نتيجة انت عندك تصفيات كأس العالم اللي جاية شهر 11 فانت معندكش وقت طب هتعمل ايه والدورة هيبتدي او البطولات هتبتدي بشهر 9 اللي جاي ونخش في المفرمة انت بتقعد 10 شهور تطحن في اللعيبة واللعيبة تصاب طلعت احنا استفدنا إصابة هيسم كمال وإصابة أنس ما تقوليش أبداً الاصابات دي جات بالصوت فجات لأن اللعيبة ايجزهوستت اللعيبة قعدت 10 شهور بتلعب وتلعت من العشر شهور على ما حيتش تاخد راحة راحت على مصر منتخب فلازم يكون فيه نظرة لأن الأساس من الدوري هو منتخب مصر مش العكس مش العكس يا فرحيتي بدوري قوي والمنتخب ضعيف لازم يبقى الاتنين مع بعض وأنجولا أنا مروحة أنجولا فجئت إن الدوري 5-6 شهور في أنجولا أنجولا اللي هي تسايدة أفريقيا 20 سنة الدوري عندهم 5-6 شهور وال5 شهور البقين المنتخب في المرتغال بيروح يلعب فرنسا يروح يلعب أسبانيا مع أسكر هو ده أنت عايز من جد وجد ومن زرع حصد دي احنا بنعلمها لولادنا فأنت لو هتعمل إعداد بسيط هيبقى النتيجة كده فمش عمر الجندي اللي أنت قلت ده عمر إحساس بالمسؤولية وإحنا مقدرينه جدا ولكن يا عمر مش أنت اللي مفروض يقدم اعتذار يا عمر وربنا يوفقك وإحنا متقبلينه ونتمنى نتمنى التوفيق طبعا لمنتخب مصر وكلامنا ده جماعة محدش يعني يزعل منه والله إحنا بنقول الكلام حتى اللي كابتن ماري قاله إن الإعداد أصلا كان ضعيف ونتمنى كل التوفيق لكرة أسل ترجمة نانسي قنقر